رسمياً لم تعد إيران تخفي دعمها اللامحدود لميليشيات الحوثيين كما السابق فرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال كلمة له منذ عدة أيام على استمرار التدخل العسكري الإيراني في اليمن على غرار التدخل الذي يقوم به الحرس الثوري في العراق والسوريا ولبنان كما أن روحاني كان من أوائل المسؤولين الإيرانيين المحتفين بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين بدأ الدعم الإيراني للحوثيين بشكل خفي عن طريق إرسال ضباط وخبراء إيرانيين وآخرين من ميليشي حزب الله وغيرهم لتقديم ما تصفه طهران الدعم الاستشاري فضلاً عن ضبط قوات التحالف العربي خلال ثلاث سنوات من عصفة الحزم شحنات أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتفجرات وقذائف وأنواع أخرى من الأسلحة كما أن إيران استخدمت طيرانها المدني لتزويد الحوثيين بالصواريخ والأسلحة حتى ما قبل بداية عاصفة الحزم عام 2015 حيث أنه بعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء أبرموا اتفاقاً مع خطوط مهنئير أقام الحرس الثوري الإيراني بموجبه جسراً جوياً بين طهران وصنعاء أما اليوم فقد زودت إيران الحوثيين علناً بعدد من الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية وهو ما اعترفت به صحيفة كيهان المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن يندرج في إطار المشروع الجديد لتشكيل ما يسمى بالبدر الشيعي إلى جانب العمل على تنسيق ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشي الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وميليشي الحشد في العراق ومع تزايد خطر ضربات التحالف العربي وقوات الحكومة الشرعية عليها سحبت إيران أربعين مستشاراً عسكرياً من ميناء الحديدة بطريقة مموهة لعدم لفت الأنظار إليهم وتلافياً لمصير مشابه لمصير خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي الذي قتل في قصف لطائرات التحالف في مديرية أرحب بصنعاء